وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات وزي ما احنا متعودين طبعا بيكون معانا كل حلقة كتاب مختلف بكاتب متميز بموضوع مختلف بنرقشه معاكم وطبعا زي ما احنا عارفين انه مواضيع الكتب لا تنتهي كتابنا النهاردة كتاب شايق جدا كتابنا هو ماذا لو سؤال بيدور في بالنا طول الوقت كتير جدا بنفكر في حاجات كتير بنعملها وقرارات بنكون أخدناها وبعدين نسأل نفسنا ايه اللي كان يحصل لو ما كناش عملنا كده او ايه اللي كان ممكن يحصل لو ما كنتش قبلت الشخص ده او لو ما كنتش عملت التصرف ده او لو ما كنتش أخدت القرار ده لو 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 طول الوقت في بالنا أسئلة كتير جدا بتدور دايما على إجابتها في بالنا لو ما تصرفناش التصرف ده وبنرجع نسأل نفسنا لو كنا تصرفنا تصرف تاني او لو كنا أخدنا قرار تاني تفتكروا كانت النتيجة ممكن تكون مختلفة تفتكروا كان ممكن اللي يحصل ما يحصلش بلاش كل ده طب أنا لو كنت حد تاني أصلا بتفكير تاني بتصرف تاني بأفكار تانية بطريقة تانية ولو كنت شخص تاني خالص هل كان ممكن تتغير حياتي هل كانت ممكن تتغير ردود أفعالي هل كانت ممكن تتغير مواقفي حاجات تانية كتير وأسئلة كتير باختصار بيتكلم عنها عن الاحتمالية او هنتكلم عن ماذا لو ماذا لو هو عنوان كتابنا النهاردة واللي هيكون معانا في استوديو يحكى أنه وهتنورنا الكاتبة الشابة الجميلة ساندرا سراج وهي مؤلفة الكتاب والحقيقة هي كاتبة ابتدت مشوارها في عالم الكتابة من 2017 كتبت أكتر من رواية الحقيقة أن هي قدرت تحط نفسها مكان مهم واستكبار الكتاب بأسلوب مختلف بموضوعات جديدة بروايات مختلفة شاركت برواياتها يمكن في معرض الكتاب كمان في 2023 وعلى الفكرة احنا كان لنا معاها في انترفيو في المعرض ترجمة نانسي قنقر